اهلا بكم ما يحصل في الجانب السوري لن يكون العراق في منع عنه سواء كان في دير الزور أو أي مكان آخر تصعيد جديد وخطير بين قوات العشائر العربية وقوات قسد الديمقراطية وما بين الاثنين نزاعات وثارات تمتد لسنوات ولا تنتهي عند معادلة السيطرة على الأرض فما هو الوضع حاليا في الحدود؟ استنفار أمني لمنع توسع الصراع على أراضينا أو هجرة بعض الأفراد من أحد الأطراف فما ينطلق من تلك الأراضي يكون له امتداد إقليمي ودولي تارة بحسب معادلة الأرض وأخرى بحسب معادلة الدعم فما هي الرغبة حاليا تحجيم أدوار أم ضغط على بعض الجهات؟ وفي الحالتين صراع لن ينتهي دون أن يترك أثره في كل مكان فما هي الأسباب أو الأهداف؟ هذا ما ستكشفه النتائج عاجلا أم آجلا والأهم من ذلك أن لا يمتد الخطر لما لا يحمد عقباه وتعاد سيناريوهات طويناها منذ عقد من الزمن أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى ملفنا الأول سيكون عن المعارك الدائرة بين قوات العشائر وقوات قسط في دير الزور السورية وتأثيرها على الوضع الأمني في الحدود العراقية محور حديثنا بهذا الملف سيكون مع الخبير الأمني الأستاذ أو الدكتور فاضل أبرغيف مرحبا بحضرتك دكتور أهلا بجنابك وأيضا عبر سكايب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينا ومحمد الكاكاي مرحبا بجنابك أهلا بحضرتك دكتور فاضل أبدأ مع حضرتك شنو اللي جاي دور حاليا بيدير الزور من اشتباكات ما بين قوات العشار وقوات سوريا ديمقراطية قسط وليش بهذا التوقيت تحديدا نعم بدنا نتحية طيب لك أستاذ محمد ولمشاهدي قناتي الكريمة ولضيفك عبر سكايب نعم بحضرتك يعني محمد قسط كان لها دور سابق وحاضر في مكافحة وفي محاربة الإرهاب قسط سبق لها أن تعاونت مع الأزل الأمنية العراقية بان 2015 وما تلاها بيد أنها قامت بتسليم بضع آلاف يعني قرابة أكثر من 2500 من معتقليها من داعش الذي تم اعتقالهم وحبسهم وتسليمهم على الجالب العراقي وبالفعل دفعة واحدة استلمتها في حينها قلية الصقور كان عبارة عن 1550 تمت يعني محاكمتهم وفي قانون أصول محاكمة الجزائية 69 111 لعام 69 وبالفعل يعني كانوا هناك يعني مدعون بالحق الشخصي والكثير أو كل الذين حكموا هم سبق لهم أن اشتركوا بسفك الدم العراقي بان ما يسمى بدولة التمكين الداعشية داع قسط لديها مشكلتان نعم المشكلة الأولى أنها لا تملك هيئة قضائية وهذا عقد المشهد عليها والمشكلة الأخرى وهي تكاد تكون أكبر من المشكلة الأولى هي أنهم لا يملكون سجون كافية تتسع لعديد هؤلاء بذلك حينما أطلقوا دفع من داعش هم طبعا بمناسبة لم يطلقوهم لأنهم مثلا انتهاء وانقضاء مدة محكوميتهم انقضت محكوميتهم وتم اطلق صراحهم لكن خطأ الذي اشترحته قسط أنها رغم أنها بعضهم يعني خلص محكوميته لكن كان الأجدر بأن يتصل بالجانب العراقي ويقول له لدينا محكومون يعني المفروض أنهم دكتور متم اطلاقهم بعفو خاص أكثر من 1200 شخص بالتالي يكون من جنسيات مختلفة أيضا محقول يتركون داخل الأراضي السورية على الحدود العراقية يعني يبدو أن هناك معلومات غير مؤكدة بأن الجانب التركي يعني باقتحام مناطق في العراق استعانى بهؤلاء لاستقوى بهم على حزب العمال الكردستاني البككي هذه طبعا معلومة لم يتم تيقن من دقتها في دير الزور يعني كما تعلم الحال هذه هي بيئة عشائرية بالأصل يعني هي بيئة ريفية يعني فيها قرى وارياف فيها المسحة العشائرية هي تشبه إلى حد كبير الأرض والجغرافية العراقية سيما في العشار لذلك هذا أيضا يفتح ثغرات مضافة ثغرة على قسط كونه يحارب من جهة داعش والنصر أيضا حتى نصوته طبعا يحاربهم وثغرة أخرى فتحت عليه وهو يقاتل هذه العشار طبعا هو ليس من مستحة قسط أن يقاتل العشار لأن العشار لا يمكن يعني العشار تكون قوية على أي ملة على أي مجموعة لكنها لا تكون قوية على الجانب الحكومي دائما تنضم الجانب الحكومي لكنها تنظر نظرة إزدرائية إلى قسط على أنهم تنظيم مسلح قائم على القوة والتسليح والتجهيز وهذا هو دايدا ما جرى في دير الزور نحن اليوم نسأل عن سبب إعادة هذا السيناريو إعادة التوتر الأمني في هذه المنطقة هناك من يرى أنه ربما أكون رغبة إقليمية أو دولية لإعادة الصراع داخل دير الزور لا أشوف هي لو تسألني داعش هل نشط أقول لك داعش لم ينشط لكنه داعش أعادة ترتيب وتنظيم صفوفه داعش يريد يعني داعش يريد أن ينسخ تجربة 2013 التي سبقت تجربة إعلان ما يسمى بدولة التوكين لذلك داعش تكمن خطورته بالتحديد يعني كان تنظيم الدولة الإسلامية في 2013 لم يتجاوز 700 فرد على حين غر في 2014 أصبح أكثر من 40 ألف ليش؟ لأنك مناخات وأرضية تم تهيئتها إليه من قبيل تظاهرات المسلحة في نينوة الخلاف الحاد بين قاد العمليات وبين محافظ نينوة تبادل التهم بين الأجزاء الأمنية التي كانت تمسك الأرض في نينوة مع بعض ما يسمى بثوار العشاء وهذه كلها تداعيات أدت إلى أن يتوغل وأن يتسلل داعش لأنه باعتبار أن داعش هو تنظيم استغلالي وانتهازي يستغل المنطقة الرخوة يستغل الفراغ الأمني يستغل الثغرة السياسية يستغل أي انتكاسة سياسية تحدث في الوسط الذي يعيش فيه جيد إذا تسمحني دكتور فاضل أرحب برئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوة محمد كاكاي مرة أخرى سيد محمد أسألك ما مدى الاحتياطات الأمنية المتخذة في محافظة نينوة من القوات الأمنية والحجد الشعبي بشأن الأحداث التي تجري حالياً منطقة دير الزور بسم الله الرحمن الرحيم يعطي لك طفل قريب بمساعدة حقيقة وقت النية يتم الجهوزية والاستعداد لأي خطر لا صامح الله قد يحدث الحدود العراقية السورية طبعاً حدود نينوة ومع السورية جزء قليل منها في دير الزور أما البقية محاذية لحسكة طبعاً الحدود العراقية السورية هي 349 كيلومتر هذه الحدود حالياً مسيطرة عليه من قبل قواتنا في حرص الحدود المنطقة السادسة وكذلك الحجد الشعبي وأيضاً القوات الجيش العراقي متمثلة بعمليات غرب نينوة القوات الموجودة الماسكة في الأرب مستعدة لإستعداد كامل ولديه فعاليات يومية ومرابطات يومية وأيضاً حدود العراقية السورية مؤمنة بكاميرات الحرارية وأيضاً هناك عرائق مادية أخرى موجودة في الحدود أيضاً تساعد على منق أي تسلسل تسلل عفوان سواءً بالتنظيمات الإرهابية أو لعصابات التهريب أو غيرها ألا وهي الصبت كونكريتي الحائط الأمني وأيضاً خندق الترابي وكذلك الأسلاء الشائكة أي ثلاثة عوازل موجودة بين الحدود العراقية والسورية فالنضع في الحدود آمنة بشكل جيد ولا توجد هناك أي تداعيات أمنية أو مخاوف أمنية أستاذ محمد هل نستطيع القول أن الحدود العراقية السورية اليوم مؤمنة بالكامل أم أن هناك ثغرات ولا سامح الله إذا أراد أحد أن يستغلها باستطاعته كما ذكرت طبعاً حدود مؤمنة بشكل كامل والقوات اللي موجودة ماسك الأرض هي قوات قتالية وقوات مقربة بشكل جيد طبعاً هناك مخاوف يعني بين حين وآخر في المصر خاصة الإعلامي اللي في فترة الأخيرة صارت شوية تهمية الإعلامي نعم على السوشكاتية وغيرها ولكن اليوم أحب أن أذكر وأيد كلاماً ضيفك الكريم بخصوص الأوضاع اليوم نحن نعيش في عام 2024 يختلف عن 2014 حيث الحدود كانت فيه فجوات وفراغات أمنية كثيرة وكانت هناك مشاكل سياسية أيضاً موجودة في مدية الموصل ولكني عليك الحدود كانت يعني لا تسيطر عليها قوات الأمنية بشكل كامل وغير موزعة بشكل يعني بإمكاني سيطرة على حدود كما ذكرت هناك عوايق مادية وأيضاً هناك عوايق جسدية اليوم لدينا حجد شعري موجود ما كان موجود في عام 2014 أيضاً قواتنا حرص الحدود ما كانت بهذه الجهوزية والإمكانية اللي حالياً موجودة وأيضاً على صعيد السياسي اليوم وضع في محافظة نينوى أوضاع سياسية مستقرة وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية واجتماعات دولية لدينا كل أسبوع اجتماعات لجنة أمنية لحضور سيد المحافظة باعتبار رئيس لجنة علية الأمنية في المحافظة أستاذ محمد كيف تتابعون ما يحصل اليوم في دير الزور؟ هل هذه الأحداث ربما تشكل خطراً على الداخل العراقي وتستوجب الاحتياط الأمني؟ ربماً لا يخفى على الجميع بأن المنطقة إذا شادت أي توتر يؤثر على المنطقة بشكل كامل ولكن من ناحية الواقعية ما نرىه في أرض الواقع أنا باعتقادي لا تشكل أي خطراً إذ لم تكون هناك بعض الخلايا تستعد لتكملت ما موجود في دير الزور أو في مواطق المحادية العراقية طبعاً اليوم تداخل محافظة نينوى عنصر استغباري يعني يعمل بقوة وهناك أيضاً تعامل جيد بين المواطنين في محافظة نينوى مع أجهزة الأمنية كل هذا تساعد على تفكي أو إنهاء أي خلية تستعد للضغط جاي وضحت الفكرة دكتور كما هو معلوم يعني قوات قسد والدعم الأمريكي لهذه القوات وأيضاً قرب العشائر من المحور الآخر ما هي الرغبة الإقليمية حالياً من الصراع الدائر هناك اليوم بعض الجهات تتهم طراف دولية يعني اليوم المتهم الأول أنه الجمهورية الإسلامية بتحريك العشائر على قسد ربما لأهداف واضح للضغط على الأمريكان أو لغاية أخرى لا لا أعتقد يعني إيران قد إيران هي تملك أدرع عسكرية لجماعات مسلحة سواء كان في لبنان في اليمن في العراق في سوريا لا تحتاجني أن تستعين بالعشائر من الصعب استمالة العشائر من قبل إيران لأن هذه العشائر عشائر يعني تدمن القومية بسلوكها لذلك يعني تدرأ عملة خصخصة وتبعية هي تعتقدها بذلك لذلك أعتقد أن إيران هي من الدول التي حاربت التنظيمات المتطرفة من بينها داعش نعم هي تقريبا أكثر شيء استلمت مع داعش الآن القاعدة فيها بحث آخر يعني لذلك أعتقد أن هذه العشائر قد تكون تحركها الأموال وقد تكون تحركها يعني العروبية منه اللي يدفع هذه الأموال بهذا التوقيت وشينه الغايات من إشعال هكذا حرب؟ الأتراك لديهم 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 توجه نعم ليش بهذا التوقيت تحديدا؟ هذا التوقيت هو الدعم الأمريكي لقسد يكاد نوعا ما ضمحل وسط هذا الدعم المضمحل والذي شبه يعني يصاب بحالة من النظوب العفو أعتقد أن هذا شجع الجانب التركي لأن يتدخل بصورة مباشرة لأنهم قسد والبككة على خط واحد كما تعلم وبيجاك كذلك معهم وهذه تستثير وتفتح شهية المخابرات التركية لأن تستعين بأذرع عشائلية لها في المنطقة سيما أن هذه المنطقة دير الزور منقطع عن الحكومة المركزية نعم الحكومة المركزية الآن تحافظ فقط على كيانها بالقصر الجمهوري وإلا الوضع نوعا ما يعني لا يحتمل لا يحتمل أي هزة أخرى نعم الأمن السوري أمن يعني العراق والأراضي السورية إذا حدث فيها انهيار أمني قطعا سيلقي بظلالة وتداعيات على المشهد العراقي لكن بلوقت عينه هناك إصرار وهناك قدرة وهناك درء من الجانب العراقي سواء كان الشريط الحدودي الذي هو يفصل العراق عن سوريا والبالغ 630 كيلومتر 125 كيلومتر عن صخراء نينوة يعني قاطع خرساني ارتفاع ثلاثة فارزة 6 متر وتعله أسلاك شائكية منفاخية ربعية وفضلا عن خنادق فضلا عن سدود ترابية فضلا عن مخافر فضلا عن كاميرات حرارية وليزرية لدينا قيادة قوات الحدود تطلع بدور مرابط وماسك للأرض أيضا هناك بمعنى أن حدودنا نفاصلة بين العراق وبين سوريا هي حدود تكاد تكون مؤمنة حد الكفاية لا أقول حد كمال نعم وكذلك أيضا مدية استخبارات العسكرية يعني تتوافر على معلومات مستديمة فيما يتعلق بأي تسلول أي حبور أي تدفق ولا أعتقد أننا سنصام وسنصاب بحالة مماثلة لحالة 2014 رح تتطور هذه الأحداث شنو السيناريا المتوقع هل تترك أمريكا ذراعها في دير الزور لا قطعا لن تتركها لأنها تتركها يعني معناها الفصائل الموالية لإيران ستنشط لذلك أمريكا لا تريد أن تنشط إيران وأذراعتها التي تتعمها على مدار اليوم والساعة لكن يعني قد التنظيم ينشط في تلك المنطقة والتنظيم مهيئ لأن ينشط التنظيم الآن في العراق هو نشط في العراق المناطق المحصولة ما بين صلاح الدين وكركوك وادة زغيتون وادة الشاي وادة برخناجر مرتفعات ماما أخطر مناطق في العراق لدينا مناطق جنوب شرق كركوك مناطق الحويجة والمكتب خالد والرياض مناطق لا زالت خطرة لدينا وادة القلف ووادة حوران لا زالت خطر لدينا مناطق لا يمكن والحال هذه أن نقول أنها مناطق مؤمنة نعم جهد استخباري يومي لكن نحتاج إلى إعادة النظر بجميع مدراء الأجزة الاستخبارية لأننا لا يمكن يعني أن نضحي بأي مدير استخباري لأنه يعرف الجغرافية يعرف التنظيم التنظيم نحتاج من يعيم هيكليته ومن يعرف عقيدته ومن يعي عديده تواجده تواريه هذه كلها مسلمات المفروض نحن عبرناها وخزناها وعرفناها المفروض أنه ما يصير تلكه بالجهد الاستخباري وأعتقد أن العراق نجح به هذا الجنب لكن الاستخبارات تحتاج إلى سبورت وتحتاج إلى سبونسر مستمر لغرض ديمومة قوتها وبقاها جيد شنو ما تحدثت لي عن السيناريو المتوقع في دير الزور في حال استمرار الاشتباكات وأيضا تتحدث عن الموضوع أكثر من صراع بين جهتين مسلحة بوجود رغبات دولية وأكليمية نعم أعتقد أن إذا استمر هذا القتال وهذا التناحر قطعا سيتمزق دير الزور وسيتدخل التنظيم لكن التنظيم شوف التنظيم ماكر يعني حينما يشاهد أن هناك وجود صراع قفايا يبقى متفرجا لأنه يريد أن يكتفي بهذه الأطراف وهي تتناحر لذلك هو سينتظر متربصا وراصدا هذه المقاتل وهذه المناكفات والمناجزات بين قسد وبين هذه العشائر وعندها صدقني إذا استمرت هذه المناجزات فيما بين العشائر وقسد قطعا سيحل محلهم داعش وسينزل بطريقة اليحية هل من الممكن أن يتم استخدام الألف ومئتين اللي تم إطلاق صراحهم بعفو آم من قبل قوات قسد لا بقول قوات قسد كلا لا من قبل الأتراك ممكن نعم من قبل قسد مستحيل لن يكون ذلك هم قسد هم عداء لهم قسد هم مطلوبون إلى داعش بالأكس هم يتحينون الفرص كي ينقضوا ويقتلوهم لأنهم ضراء قتلوا داعش أي مقتله لكن نحتاج إلى عصى غليظة ونحتاج إلى قوة ونحتاج إلى منعة أكو رابط دكتور بين ما حصل من عفو عام لهؤلاء والأحداث التي تجري اليوم في دير الزور نعم هناك متلازمة رغم أن في بعض الحال يعتقد أهل الجيوسياسي أنه لا متلازمة لكن أقول لك هناك متلازمة بدليل أن هذه العشائر بدأت تتخوف من أن داعش قد يتسلل لها وإلى عشائرها ويقوم بجزهم وقتلهم كما حدث في أحداث 2008 سيد محمد أعود لحضرتك في حال تطورات الأحداث بالجانب السوري ودير الزور تحديدا شنو التوصيات والخطوات التي تتخذها الحكومة المحلية في نينوالي حماية المحافظة من مخاطر النزوح وغيرها أو تمدد النزاع بالتأكيد في كل أحوال المحافظة دائما وفي توجيهاتنا لقطاعات العسكرية بين يكونوا في الحيطة والحظة ويكون لديهم مرافضات يومية في ليل ونهار وإلى آخره من التحذيرات الموجودة ولكن كما ذكرت بأنه الآن حدود العراقية مؤمنة بشكل كامل وأولا الذين تم طاق صراحة من قبل أصد لا يشكلون أي خطر على حدود العراقية طبعا لأننا حصلنا على وثيقة العفو العام برقب عشرة في يوم 17-7 في عام الجانب أطلق أصد مجموعة من المسلحين أو السجناء طبعا بحسب ما جاء في بيان القصد بأن هؤلاء ليسوا بأمراء أو بقاعدات وظيمات إرهابية بينما أغلبهم من حسنوا سلوكهم في السجن وأغلبهم المرضى ليس بستطاعة قصد بإنفاق عليهم وبالتالي هؤلاء أنا باعتقاد لا يشكلون أي خطر على حدود العراقية والسورية وفي حال زيادة وطيرة الخطر أو الفعالات الموجودة حاليا في دير الزور وجانب السوري علينا كحكومة عراقية اهتمام أكثر في الحدود وتوعية وتوجيه القطاعات الموجودة ماسيح الأرض في الحدود على أن يكونوا بيتم جمزية لأي خطر لا سامح الله أو كما ذكرت حالة النزوع لأرضوان تعدد لأن أغلب الجانبين الذين الآن هم في الحرب التالي العشائر تضطروا إلى هذه الموطقة ولا خيار أمامهم سماء اتجاه نحو العراق نعم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة تينا ومحمد الكاكاي أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات شكرا جزيلا لك دكتور يوم شون تقيم الوضع في الداخل العراقي وتحديدا محافظة نينا وهل لا نزال نعاني من بعض المناطق الرخوة أو وجود مناخ ملائم لتجدد عودة التنظيمات الإرهابية هنا شوف التنظيم يعني الآن سبق له فترة من قضية فترة السبات والتنظيم حينما يثبت عندها تكمن الخطورة لأن التنظيم حينما يأفو النجمة لفترة ما إنما يعد لعمليات نوعية كما حدث في عمليات كركوك ومناطق مطبيجة وجلام وما حدث في منطقة قرية شيخ جبار في ديارة وهذه يعني راح ضحيتها يعني ضباط كبار ومراء فواج والتنظيم يسعى لأن يقوم بعمليات نوعية هذه العمليات النوعية تغنيه عن عمليات يومية لأنها ستعيد للأذهان العصف النوعي الذي كان يطلع به إبان عام 2014 وما تلاه لذلك التنظيم يعني يريد أن يبرق رسالة من خلال هذه العمليات النوعية بأنه لا زال موجوداً رسالة لأتباعه بأنه لا زال يستطيع أن يحميكم وعليكم العودة له وكذلك رسالة للمجتمع الدولي بأننا لازمنا نستطيع أن ننفذ أي عملية نوعية المبادرة والمبادئة بأيدينا رغم الجهد الاستقبالي ورغم الجهد الذي طلعت به جهاز مخابرات الوطن العراقي من تسلم قيادات بالتنظيم كان لها دور في سفك الدم العراقي وكذلك أيضاً جهاز الأمن الوطني حينما ألقى القبر على أبو هاجر صاحب مجزرة ومقبرة الصقلاوية وهو كان مسؤولاً عن مقابر جماعية اختلط فيها الدم السني والشيعي بها هناك وأعتقد أن المشهد الأمني في العراق متماسك لكنه علينا أن لا نغفل وعلينا أن لا تأخذنا سنة وأن لا تأخذنا غفلة لأن الغفلة يعني أن الذئب على البط من اللاعب أو الجهة الأكثر خطورة بهذا المثلث بالمناطق الحدودية داخل العراق وسوريا والمناطق الكردية تقصد الجهة من داعش؟ من الجهة أو ربما إلى رغبة مثلاً بعدم استقرار الوضع بهذا المثلث يعني داخل العراق لا أحد يملك هذه الرغبة الكتل السياسية نعم تتناكف تتساجل تتخاطر لكن لا يرتقي المستوى لأن ترضى وتفرح بوجود داعش يعني الخلاف لهم مع النصف لكن وحتى الدول الإقليمية اليوم الدول الإقليمية باتت عادت إلى العراق وتريد أن ينهب العراق لكن لا أعتقد أن هناك من يعني بيستداء بعض الدول غير المتاخمة حتى المتاخمة لمصالح خاصة وفئوية اتجاه التصعيد تمني أن يكون هناك تصعيد من الجانب في الجانب العراقي من قبل داعش بسؤال أخير وبثواني محدودة يعني هل لا يزال العراق بحاجة إلى وجود قوات التحالف الدولي بالعراق أم أننا نستطيع أن نسيطره بشكل كامل على الوضع العلمي العراق لا يحتاج إلى أي قوات مشات برية قتالية ميدانية تعبوية العراق يحتاج إلى تسليح وتجهيز وتطوير وتدريب والدفع باتجاه أخذ المعلومة الصادقة من منهلها للتفاعل معها بصورة عاجلة الخبير علمني الدكتور فاضل أبرغيف فاشكرك جزيلا شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين ختام الملف الأول بأبرز ما جاء في منصة X حول المواجهات بين قوات العشائر وقوات قسد في دير الزور نتابع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اذا مشاهدين ملفنا الثاني سيكون عن نسبة التضخم في الاسواق العراقية محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم الدكتور محمد البغداد مرحبا بحضرتك دكتور والخبير الاقتصادي دكتور ريال محسن مرحبا بحضرتك السدر الله مساكش اهلا بجنابك دكتور محمد ابدأ مع حضرتك ما هي نسبة التضخم حاليا بالاسواق العراقية واسألك عن مدى مساهمة سياسات الحكومة ودارة البق البركزي وسياساتها المتبعة للسيطرة على هذا الموضوع نعم التضخم اذا نجع علي مثلا على مدار السنتين الفاتت لحد اليوم هناك اسباب عديدة ساهمت في رفع نسبة او اسعار المواد الغذائية مثلا ومواد استهلاكية وإلى آخرهم من الاسواق واحدة من الاسباب مثلا اللي خلال السنتين الفاتت مثلا ارتفاع الكبير بالمصادر الوقود بالعالم مما اثر على اسعار النقل ومن زادت اسعار النقل يعني مثلا مثلا احنا المواد الاستهلاكية بالعراق احنا بكل بلد مستهلك اكثر مواد نجاية من الصين مثلا نعم من الصين الهنا مثلا نقل البحري زاد اضعاف خلال السنتين الماضية ليش لانه الوقود ارتفع عالميا اثر علي ايضا انه الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا ايضا اثرت على هذا الموضوع لانهم مصادر وقود وغاز من روسيا و اوكرانيا اضافنا الى اسمات كثيرة مثلا هذه الحرب مثلا اثرت على اسعار الحبوب الغذائية والعلفية عالميا لانه روسيا و اوكرانيا هي من منتجين الحبوب الغذائية والعلفية العالم كليتها ايضا اثرت على اسعار الزيوت النباتية الغذائية يعني هالكركبة هاي تأثر تأثير كبير اضافة الى هالسنة اللي فاتت مثلا صارت موضوع البنك المركزي والقيود اللي صارت على موضوع التحويلات المصرفية اضافة الى انه القيود اللي فرضتها بنك الفيدرال الامريكي على الحوالات عالميا وفرضتها على العراق ايضا فهي كلها اسباب يعني لا نقول انه اكو سبب معين هو اللي يأثر مجموعة اسباب كثيرة جمعت سببتها التضخم في الجسم هو ما مدى نسبة هذا التضخم اليوم بالأسواق العراقية ما يقاس بنسبة معينة طبعا المتضرر الاول والاخير هو المستهلك اولا لانه التاجر كل ديناري صرفه سواء نقل او قمارك او اي عمولات او اي مصاريف او اي رسوم قماركية ضرائب نقل احماله شيء كل شيء هذا يتحملها البضاعة وبالتالي المستهلك الضحية الاخيرة جاي دكتور ضياء الاسواق العراقية هل تشهد استقرار بمؤشر تضخم والاسعار ان العكس شنو قراءتك للاسواق العراقية اليوم والشارع العراقية بسم الله الرحمن الرحيم ذاتا شكرا جزيلا لكم وتحية لضيفك بس اعرج على موضوع لسبة التضخم وشون معنى التضخم التضخم هو فقط انه العملة المحلية تفقد قيمتها تعرفون انه انتو هذا يعود في سبب عنده سبب رئيسي هو انه انت كل كل احتياجاتك كل السلع والخدمات انت راح تستوردها من الخارج خارج البلد فبالتالي يعني معناها شنو معناها ان القطاعات القطاعات الاقصادية الحقيقية اللي هي يجب ان تكون اه حاضرة بالاسواق يعني من خلال اه 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 سلع والخدمات يعني مثلا القطاع الزراعي يفترض بي يعني يكون كل المحاصيل الزراعية يكون هو هو يوردها للسوق المحلية حتى يغطي الحاجة الحاجة المحلية هنانا قد ما تكون احتياجاتك كلها متوفرة ما يكون هناك طلب عليه من العملة الاجنبية بالتالي اذا 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 لم تكن العملة المحلية اعلى من العملات الاجنبية قد تكون مساوية لها وهذا هو هذا هذا المشكلة الجنابك تسأل سألت عن نسبة التضخم اعتقد انه احنا يعني عندنا مؤشرات انه نسبة التضخم اليوم اه ما تقل عن ستة بالمية وهذا لي اش يعني انت شوف الان يعني قد يكون كل الاستاذ تحدث عن عن التقييدات البنك المركزي واعتقد هذا ما لا علاقة بالموضوع بطلق ان هذا ما لا علاقة بالمطلق الموضوع ليش يعني قلت لك انه هاذا قطاعات اقتصادية يجب ان تقوم بتوفير السلع والخدمات المؤشرات السلع مؤشرات التضخم تنبني على اساس شنوه على اساس السلع الموجودة بالسوق يعني ارتفاعها وانخفاظها مثلا المواد الغدائية نجي على مثلا المواد الكمالية نجي على الوقود نجي على الايجار على مثلا كل هاي السلع كل هذي المجتمعه تحدد لك مستوى التضخم الموجود سواء بالخفاظ او بالارتفاع المشكلة اليوم التاجر يتلاعب بالسعر بدون اي جهة تحاسب او تراقب او تحدد هذا فاذا اذا شون تقدر السيطة كمان الان الان جنابك تتحدد عن التجارة وليش الاسعار السلع هي مرتفعة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار انه التاجر البنكي المركزي يغطي احتياجاته من العملة الاجتماعي بمعنى يعني انا اليوم من اشوف تاجر مثلا يستورد بعشرة مليون دولار البنكي المركزي يبيعه بسعر لانه انت دعرفون عندنا تعزيز التحويلات الخارجية يمنها يغطيها البنكي المركزي بالفتلثمية وعشرة الفتلثمية وعشرين بحسب طبعا مختلفة الاسعار صحية بالموازنة الفتلثمية وعشرين لكنه هذه اختلافات قد تكون مثلا بالفتلثمية وعشرة مشرط لكن غياب الرقابة وهذا ايضا هو السبب من عنده هذا يعود سبب من عنده الى غرفة التجارة الاتحاد الغرف التجارية هذا ايضا لانه يجب ان يكون يتابع التجار لكن تعرفون انه هناك بعض يعني بعض التخادم بين هاي الاطراف بحيث انه يعني هدي الحبل على الغارب دكتور انا انا اسألك شنو شنو الفايدة اليوم الحكومة جاي تنطي الدولار بألف وثلاثمية وعشرين بسعر الصرف الرسمي للتاجر نعم تاجر يروح يستورد يجي بيع بضاعته بسعر السوق السوداء برحته بالسوق شوف هذا هذا وين مقلنا قلنا احنا هذوين غياب الرقابة طالما طالما عدم وجود رقابة وعدم ايضا وجود تقييد سوى سيطرة نوعية لانه انت شنو انت مندخل بضاعة هذه البضاعة يجب ان تكون مطابقة للمواصفة العراقية نعم واحد اثنين لا يجب ان تكون هناك جهات رقابية تراقب التاجر فيما يتعلق ببيع السلعة فيما يتعلق باحتكار السلعة يعني عدم التقييد بكل الامور خاصة فيما يتعلق بصحة المواطن يعني احنا تعرفون اكو سلع يتم توريدها للسوق العراقية ممكن تضرر المواطن خاصة بالسلعة الغذائية انا بصد السلعة الغذائية ليش اكو بعض اكو بعض الاجباء المعلمات من الممكن ان يستخدمون مواد يعني مواد حافظة هذه المواد الحافظة يعني فقط تستخدم لتحنيط الموت فقط تستخدم هذا ليش يستخدمونه يستخدمونه لطالة عمر هذا وهذا حدث بالاجباء وانت يعني داخل الاجباء يخلون هذه المواد اي نعم خلقوا له وهذا حالة مرضية انا حددتها اعتقد بعام 2019 تحدثت عنه في مقال في مقال نشر في احد الصحف المحلية عفوا قلت هذا وهذا يصيب الاطفال دون ال 15 سنة يصيبهم شون تدخل هذه الاجباء يصيبهم بمرض السرطان في منطقة ما موجودة يعني حتى الكبار ما يصيبهم فقط ما دون ال 15 سنة يصيبهم شون يدخل يعني هذا يروح يروح للبلد الفناني يقولنا آني اريد اريد مثلا هذه السلعة اريدها تكون تطول يعني الفترة النفاذية مو شهر يعني هذه مواد حافظة هذه مواد حافظة تستخدم فقط في تحنيط الموت احيانا يعني اكون اشخاص يموتون خارج بلدهم تعرف هذا فترة فترة قليلة فيحنطونها بهذه المادة زين هذه المادة اللي بيها تصيب الاطفال دون ال 15 سنة بصرطان بصرطان وهذه حالة مؤشرة يعني حتى عندنا الاطباء زين هذي شون تدخل للعراق وين الفحص هو هنان شون غابت 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 الحجر الصحي غابت الرقابة والتقيس والسطرة النوعية غاب ايضا الفحص المخبري اللي بالحدود سواء الحدود البحرية او الحدود البرية فتاحت علينا دكتور ارجع لك بالتفضل اولا اي بضاعة اليوم تستورد مهما كانت سواء كانت اقمشة او مواد غذائية او ادوات احتياطية او 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 نعم اكو شي اسمها سيطرة نوعية اذا تاخد سامبلات ستوح تحللها اذا كانت مطابق المواصفات تفرج عنها مطابق المواصفات ياما تتلف ياما يعد تصديرها هاي اولا فاذا ما اكو سيطرة نوعية او مدير يطبقها بحث اخر بعد ما ادي فتاقيبا على كلام الاستاذ هاي اولا ثانيا انا ذكرت انه قلت لك البنك المركزي سبب من اسباب التضخم لكن بشكل غير مباشر شلون بشكل غير مباشر منصة تبيع العملة والحوالات موجودة وده تبيع على 1320 صح لكن اكو فد نقطة اخرى انه ده تطلب شروط ما تنطبق هذه الشروط على كل التجار المستوردين يعني صاحب محل متوسط ده يستورد حصة الشهرية أو مبيعات الشهرية عنده حصة معينة كل شهر عنده كونتينار مثلا هذا ما ده يقدر يسمى لانه ده يدومن عنده شركة استيرات ويردومن عنده ويردومن عنده ويردومن عنده هاي الشروط تعتبر تعجيزية بالنسبة له لذلك ده يضطر ده يضطر انه يروح يشتري حوالات من السوق السوداء ده هاي الحالة منه الجاي يستفاد من سعر الصر ده حتى تكون واضحة ده حتى تكون واضحة ده حتى تكون واضحة ده حتى تكون واضحة إذا كان الحوالة ده تكلفة مثلا نسبة مثلا مثلا خمسة بالمية فوق قيمة البضاعة بعد التعديلات الأخيرة وشروط البنك المركزي وانه حتى لبيع العمله واللي هي كانت نظريا انه ده تخفض الكلفة على التاجر بينما على الصغار ومتوسطي التجار ده تصير بالعكس صارت عقبات إضافية وصارت كلف بحيث الخمسة بالمية صارت عشر بالمية وبالتالي زادت الكلفة على البضاعة وبالتالي زادت الكلفة على المواطن اليوم ما معقول التاجر الصغير أيضا يروح يستورد من الدول الأخرى فيأخذ من التاجر الأكبر من الحندق لا لا أكو على مستوى أهل شنابر يستورد تياجاته أبو جمبر يستورد من دوله؟ أكو مجموعة أكو مجموعة شنابر يتفقون مثلا فات خمسة شنابر يتفقون يجبون لهم كونتينير كونتينير كل واحد أكو موجودين يعني أكل واحد علاقة حجمه هاي نقطة نقطة ثانية أعراج عليه مثل ما تفضل ضيف الكريم على غرفة تجارة بغداد واتحاد غرفة تجارية غرفة تجارة بغداد أنا شنت سابقا شنت نائب رئيس غرفة تجارة بغداد غرفة تجارة بغداد هي منظمة مهنية مشكلة بقانون لحماية حقوق التجار وليس جهة رقابية حماية حقوق التجار يعني مثل نقابة الأطباء من الدافع عن حقوق الأطباء نعم دورها في حماية التتجار ستتحدث تقول شروط تعجيزية IT على إعطاء سعر الصرف والتاجر وسحكينا أوضحت تجارة بغداد وسوينا أدوات يعلمون مناشدات البنك الماكسي أيضي لكن هناك بعض مناشدات تم تنفيذها وأكون إعطاءات للتجار دبطور ما الفايدة اليوم استثرت الحكومة وتنطيك بسعر أقل بصعر الصرف ما الفايدة زيادة توجد تجار مرتي ح double financial وتربح منها بصعر الصرف أولاً إحنا بالعراق ما عندنا قانون تسعير ولا عدنا قانون لفرض أسعار معينة بتشنة بالثمانيونة كانت أكو كل بضاعة كانت إذا تذكرها حضرتك من الجديد ما لا حكنا عليها كانت أكو تسعير على كل حاجة كانت هي السعر هل قد سعر هل قد فلس هل قد دينار كانت تدخل الحكومة بكل شيء من صار الحصار لغا القانون التسعير فصارت حرية بالتسعير صارت أنه بالعكس يعني يعني برأيي هذا الشيء جيد ليش لأنه صارت من صارت حرية لا يتوقعون أنه صارت مبالغة بالأسعار مثل ما الغالية شنو الجيد لا لا أختلف راق دكتور بموضوع كل من يبيع السعر هذا شيء جيد خلا خدمك خلا خدمك لنفرض مثلا مادة الرز على سبيل المثال الرز أكو أصناف عنده من ضمنه مثلا رز البسمتي الهندي هالصنف هذا سعره بجميلة اللي هي مركز المبيعات كذا دولار لما نشح من السوق مثلا وأحد التجار عنده مخزون كبير مثلا رفع السعر مادة أكو ميت تاجر قاعد قباله بس شاف السعر صار سعر بشبردهن رأسا راح وجابه كميات أكبر لريدون يستفيدون من هالربح الكبير وبالتالي أنه صارت موازنة أنه ما راح يظل فد شيء اسمه فراغ بالسوق بعد وين الشيء الإيجابي وكل من يحدد السعر وكيفه احتكار ما أكو احتكار ما أكو احتكار ما أكو اليوم تريد تشتري قمصان واحد تستطيع تستويد قمصان تريد تجيب مواد غدائية واستويد مواد غيائية تريد تشتري أثاف تقدر ما أكو شيء اسمه قيود تشلنا قبل أيام من نظام السابق أنت صنفك ملابس ممنوع تشتري أثاف ما أكو قيود بس ما معقول اليوماني من أجيب الحاجة أربح عليها وضعف وبيع بكيف ما دي يصير ربح لأنه لو بيه نسبة ربح كبيرة لو بيه نسبة ربح كبيرة وبيه لغة السوق شبردهن بين قول مثلاً مئة واحد راح يجيب مكانك فلوس موجودة خير من الله تجار موجودين هواية بمكان تاجر أكو أكو آلاف التجار بسواء ببغداد أو بالمحافظات تشلنا قبل أكفت شيء أنه مثلاً كان الاستيراد مركزي بس ببغداد وأبو المحافظات يجي يشتري يومياً من عنده يشتري لأنه أبو المحافظات ما عنده إمكانية يستورد مثلاً أثاث مثلاً فيجي تلقى أبو الناصرية وأبو الديوانية يجي يشتري من بغداد يستوق للمفرد هسا قام أبو البصر يستورد وأبو الديوانية يستورد وأبو السماوي يستورد جايب كل واحد يجيب مستيرادات ما رأيك بهذا الموضوع وعدم السيطرة على الأسعار وهذه الفوضى اللي موجودة بالسوق من قبل التجار وحتى موضوع السعر الصرف التاجر صار يربح مرتين بالموضوع وبيعه بكيف؟ يعني بصراحة أنا أستغرب إنه أستاذ كلامه يعني غير 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 منطقي حقيقة أنا ما لديه حتى شغل غير منطقي حاجة؟ بسنابك لعفه ليش؟ لأنه أنت لما تترك الحبل على الغارب كل واحد يروي يشتغل بكيفه يعني هذا بلد صار غابة وهذا هو ما لا يرغب به لا ترغب به لا سلطات ولا يرغب به المواطن حتى التاجر ما يرغب به بالتالي قد يكون هناك مثلا البعض يفكر بهذا الأسلوب لكنه أنت يعني يجب أنه يراعي مصالح الآخرين مثل ما يراعي ما استعته يراعي مصالح الآخرين هذا أبسط مثال العلاج بالصيدليات وهذا الموضوع تشوف تلقال علاج نفسه هنا بعشرة وهنا بأربعين بالضبط هذا التفاوت بالأسعار؟ هذا التفاوت بالأسعار خليه يقول لك هسا مرة يتحدث الأخ الأستاذ يتحدث عن عن نوع من السلع قد يكون أفضل من الآخر أو أنه طالما شح في السوق فيصعد سعره يعني أنا بصراحة أستغرب هذا الكلام وما أريد حتى بس ممكن أن تنقل لي بذلك مثلا يعني خليه 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 صريح وياك يعني أنا بالنسبة إليه أشوف أنه هذا الموضوع يجب لا يترك من قبل السلطات يجب أن تكون هناك رقابة هذه الرقابة لأنه عندنا القاعدة تقول تقول من أمين العقاب أساء الأدب أتذكر أتخطر أنه سيد السوداني في بداية فترة ولايته عندما قام بحملة لسيطرة على سعر صرف الدولار وأعتقد أنت رافقتوا الحملة بلقاء القبض على بعض أكثر من المرابين والتجاري اللي حاولون السلطنون على السوق يعني حدث نوع من الهبوط بالأسعار نوعا ما حاصة بالسلع الغزائي أسأل شمال اللي نحتاج اليوم بالعراق لضبط الأسعار في الأسواق العراقية شوف خلي أقول لك آني بصراحة مرة أيام سيد الكاظمي أيام سيد الكاظمي عدمار تفع سعر صرف الدولار بالموازنة 1450 قلنا يا أبي أنتوا بدل ما ترفعون سعر صرف الدولار هكذا حددوا نقطتين الأساسيات هي مهمة للمواطن المسألة الأولى هو ما يتعلق بالدولار الغذائي والموضوع الثاني يشبه هو بالدولار الدوائي بمعنى وهذا أو بعض الدول مطبقتها حقيقة يعني أنا ما أجبت من جي شلون؟ أنا أمطي للتجار التاجر أي تاجر بغض النظر عن أنه هذا تاجر صغير بمناسبة التجار الصغار التجار البنق المركزي أمطانهم صلاة يعني تحدث عنهم أنه خارج يعني أنه ما يقدرون يدخلون للنافذة والأستاذ ما تحدث عنه ليش ما يدخلون للنافذة لأنه ما يدخل للنافذة هو هذا واحد من الاثنين لو الأموال المالت مضروبة لو هو يحاول يهرب أموال مضروبة بصراحة يعني يخلي نكون ماضحين بهذا الموضوع الدولار الدوائي شنوه؟ الدولار الدوائي الغذائي عفواً أنه أنت تنضي للتاجر بسعر صرف أدنى من سعر صرف الدولار بشرط أنه ما يبيع هذه السلعة المستوردة بأكثر من عشر عشر المئة أربع كيف مدري؟ بمعوان الواحة لحظة المطلعة لا أنت ممتاز أنا لا 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 شوف أنا من أطرح عليك فكرة أنا أعرف شو أين أين أصل زيب؟ أنا أصل البضاعة من الميناء إلى المخازن التاجر أنا مراقبها أعرف شو أين توجد وأعرف وين يبيع التاجر وين يبيع وكذا وكمية اللي واصلة بحيث إنه إذا شبت وينبهه إنه إذا باع بعشرة ونصب المئة ربح هذا النصب المئة عدم بهاي ما صارت؟ هو ليش ما صارت لأنه هم إحتائش اسمه هم كانوا متواطئين مع بعض التجار من المتواطئ؟ من السلطات؟ السلطات، التجار، المصارف من الحكومة؟ نعم الحكومة نعم الحكومة نعم الحكومة متواطئة؟ نعم الحكومة متواطئة أنا أقول لك متواطئة ليش؟ لأنه الحكومة إذا ما قدرت السيطر ليش ما تقدر السيطر؟ ليش ما تقدر السيطر؟ ما عدتها قوات أمنية؟ ما عدتها أمن؟ ما عدتها؟ شنو ما عدها؟ شنو ما عدها بعد؟ شنو ما عدها؟ عدها سلاح و عدها ناس يشتغلون و عدها أدوات تنفذ أنت لا تضل حكومة أنت تحدد للجهة تمام حل أقول لك من ينطي إجازة الاستيراد؟ وزارة التجارة بس تحضر من فضلك جنابك أنا ما قاطع تك عزيزي ما نقاطع المدى قاطع أنا أوضح لك لا 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 أنت توضح جاوز من الوقت عندي ثواني محدودة بس إجازة الاستيراد من قبل وزارة التجارة النقد من قبل البنك المركزي والملافذ الحدودية هذن ثلاث جهات عليهم الرقابة ثم السلطات اللي هي اللجانة الاقتصادية المشؤولة عن حفظ الأمن الاقتصادي بالبرد نعم رئيس المركز الوطني المراقبة والتقييم الدكتور محمد البغدادي أشكرك جزيلا شكرا شكرا بعدنا ته مكمد كلام ته كلام تشعب جدا وما أدع طالبك أنا أطلب أنك طالب ثاني يسوينا حلقة موسعة لنحشي في هالموضوع بالتفاصيل لأن هذا ليس في هالموضوع هذا ان شاء الله محمد البغدادي أشكرا 20 دقائق هبير الاقتصادي الدكتور ضياء المحسن شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين ختام الحصاد بموجهز يلخص أبرز أخبار اليوم العراق يؤكد استعداده لدعم أي جهد يصب بمصلحة تعزيز الأمن والسلم في المنطقة مفاوضية الانتخابات تشكل لجانا للإشراف على الدوائر الانتخابية في محافظات إقليم كردستان هيئة الحج تفتح استمارة التقديم للحج لتعديل المعلومات والتسجيل لمن لا يمتلك البطاقة الموحدة جهاز الأمن الوطني في البصرة يعلن القبض على شبكة مكونة من عشرة متهمين بينهم خبير بتقب الأنابيب النزاهة تعلن ضبط أربع من موظفي مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين بتهمة التلاعب بمحاضر قطاع أراضي الشهداء مشاهدينا حصاد الليلة انتهى شكراً لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر